السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة وبالتأكيد القاهرة حائرة اكيد هناك اسئلة حائرة قد تعصف بالزهن احيانا وقد تحير المرء والامر بالامر احيانا ليه لانه لا شك انه كثيرين او ربما البعض صدم بحكمين قضائيين صادرين خلال يوم واحد تعريبا من محكمتين مصريتين امن دولة طوارئ واحدة منها بتحكم بخمس سنوات سجن على كاتب وباحث مصري بتهمة اصدراء الاديان ومحكمة اخرى بتحكم بخمس سنوات سجن واربعة على نشطاء وحقوقيين سياسيين من شباب مصر طبعا ما في شك انه الحكم الخاص بصدراء الاديان قوبل بفرحة عارمة جارمة غامرة من السلفيين والاخوان وبطبيعة الحال الهازيج بقى والاراجيز والزغاريط بساعدة غامرة ويبدو انه محقين يعني السلفيين لما يلاقوا استخدام قانون اصدراء الاديان ضد الكتاب والباحثين اللي بتكلموا في تجديد الخطاب الديني سيف مصلت على رؤوسهم ويطيح بحريتهم ويسجنهم طبعا ما في شك ان اكثر الناس سعادة ومتعة وبهجة وقدرة على اعلان هذا الفرح بتلك الحالة من اللوع والروع والشماتة بالتأكيد هيبقى السلفيين ويبقى منطقي يعني هيبقى تعبرهم عن سعادتهم وعن شماتتهم شيء منطقي وطبيعي جدا اذا انه جهاز الدولة كله او الدولة بتشريعتها بقوانينها بتستجيب لضغوط السلفيين وابتضع السلفيين فوق الرأس وفوق الحساب على الناحية التانية بالتأكيد ايضا الحكم القاص بالنشطاء الحقوقيين والسياسيين ينتهي الامر الى صدمة عند الوسط الحقوقي وانزعاج شديد جدا وبرضو حيرة حقيقية خصوصا انه يعني تلاحق ايضا شماتة شديدة جدا من الاخوان المسلمين في هؤلاء النشطاء المحكم عليهم باعتبارهم كانوا جزء مهم من قوة وفصائل 30 يونيو وصورة 30 يونيو فيبقى الشماتة الاخوانية عارمة جارمة جامرة ايضا وسرادك الفرح منصوب والشماتة هائلة وطائلة نتيجة انه شفتوا بقى اديتاتونيو عمل فيكوا ايه بدخلكوا السجن المشهد بازدواجه كده وصدور الحكمين من محكمتي امن دولة يخلي بالفعل هناك اسئلة حائرة ويجعل فعلا المتابع والمراقب والمهتم والمعني والمواطن المصري في حالة من البحث عن اجابات عن اسئلة حائرة اشان كده بقولك انه ده حديث القاهرة انتعارفين الاستاذ سيد حجاب شاعرنا العظيم الراحل لما كان عامل اغنية اللي يتغنى بها الاستثنائي الاسطوري علي الحجار بلحن العظيم عمار الشريعي هنا القاهرة فهنا القاهرة الحائرة اي استطيع ان اقول ان القاهرة السياسية او القاهرة المعنية بتقدم بلدها وتطور وطنها واستعادة الدولة الطبيعية واستعادة المكانة المصرية في الاقليم وفي العالم لابد ان يكون لديها قلق شديد وهواجس شد وحيرة كبيرة اسئلة حائرة فعلا نقدر نقول هنا القاهرة الساحرة الاسرة هنا القاهرة الهادرة الساهرة الساترة السافرة هنا القاهرة الزاهرة العاطرة الشاعرة النيرة الخيرة الطاهرة هنا القاهرة الساخرة القادرة الصابرة المنزرة السائرة الزافرة صد الهمس في الزحمة والشوشرة اسه الوحدة في اللمة والنتورة هنا الحب والكذب والمنظرة نشى الغش في الوش والفترة هنا القرش والرش والقش والسمسرة هنا الحب والحق والرحمة والمغفرة هنا القاهرة الحائرة هي مصر الان هي تفتح الشباك ولا تقفل الشباك ويستحق الحيرة هل الدولة تعمل على تجديد الخطاب الديني اصلاح الفكر الديني ومنسمى اطلاق الرؤى والافكار وتفاعل الجدل حوالين الخطاب الديني ولا الدولة المصرية تتودد للسلفيين والاخوان او تقشاهم وتعتقد في انه اي يعني دفع او توافق او رضا او قبول او تمرير لافكار في الخطاب الديني واصلاحه تعني تنازلا وتعني انه يعني الاخوان يكسبوا منها المعركة الشارع وانه يقدروا السلفيين والاخوان يزكوا لدى الناس المشاعر الفطرية الغريزية اللي فيها انه الحقوا دينكم يمس الحقوا ده حاكمكم ورئيسكم عايز يغير في الدين ويعمل دين على مزاجه فالحق الاجهزة الامنية تنتبه للحكاية دي فتواجه الافكار الاصلاح الديني وتجديد الخطاب الديني بقى شد ما يكون من ضراوة ويبقى القوانين قوانين صدراء الاديان قوانين سائرة جائرة على رؤوس المفكرين والمجتهدين وليس حتى دفاعا عن كرامة المتدينين او عن يعني الاديان في مواجهة العنصريين الارهابيين والمتنمرين المتطرفين هل الدولة بالفعل هي دولة الخطاب بتجديد خطاب الديني ولا اللي كل يتكلم في الخطاب الديني ياخد على دماغه ويبقى كمان ما يعني احنا كنا بدأنا اصدراء الاديان دي بابو ثلاث تشهر وبو سنة بابو خمس سنين دلوقتي هل الدولة بتلغي اعلان حالة الطوارق وتلغي حالة الطوارق في قرار عظيم للغاية ويشيد ويشير اليه الجميع بينما بتسيب محاكم الطوارق بتحكم ومحاكم الطوارق بتحكم بلا استقناف يعني بيتنفذ الحكم محتاج بس تصديق الحاكم العسكري سواء رئيس الجمهورية او من ينوبه او من ينيبه او من يكلفه بنيابته نائب الحاكم العسكري مجرد انه الحكم ما فيش استقناف فيش درجات تقاضي والحكم يتنفذ على طول بتصديق الحاكم العسكري فلو صدق يعني احنا بنتكلم على حاكم عسكري وبنتكلم على طوارق في ظل قضايا لا علاقة بالرأي وبالسياسة وبالفكر فزي احنا بنلغي حالة الطوارق وبحاكم الطوارق شنجالة بتصدر احكام بالسجن بدون استقناف وبدون اي مرحلة في التقاضي التالية تراقض تراقض الحقيقة لابد ان احنا نعترف بيه ولابد ان الدولة كمان تعترف بيه ان كده لا كده هنحتر شوية يعني على القل يعني الفترة القبل كده ما كناش محترين كان فيه خط واحد اسمه يعني اجراءات بطش وابواب مغلقة فكانت الدنيا يعني برضو جي حاجة تحبها تكرهها توافع عليها ترفضها انداما كانت واضحة انداما لما بنقول ان احنا ملامح ومعالم انفتاح وهامش حرية وعودة للدولة الطبيعية وبعلي اعمل اشياء ضد الدولة الطبيعية لا يبال لازم نحتار يعني بالذات في موضوع ان انا بلغي حالة الطوارئ ومفعل محاكم الطوارئ مش فضاء ارهاب خالص ولا لا اي علاقة بالارهاب ده قضية نشر اخبار كسبة وقضية تانية ازراء اديان يعني برضو الدولة التي تضع الاستراتيجية العليا لحقوق الانسان وتدشنها وتقدمها وتضع لها جدولا يعني مرتبا زمنيا بقطوات برؤية شملة تشمل الحقوق السياسية كما تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتضع ده في مقدمة اهتمامها وفي حضور رئاسي وفي الزام رئاسي يبقى ويبقى ورضو خطوة بالغة الاهمية ويشار ويشد بيها ويحتفى بيها في الداخل والخارج واني لاقي تشويش على ده بقراراته وبمحاكم وبأحكام طوارئ وامن وفي قضايا خاصة بالفكر وحرية التعبير فبرضو الامر يستدعي التساؤل يعني هو اليس في هذا التراقد ولا مفيش تراقد بالتأكيد في تراقد يعني اي حد منصف لازم هيدرك ان ده تراقد نفس السؤال لما البلد بتفتح زراعيها وصدرها وعقلها لشباب العالم وابتدعو لمؤتمر شباب في يناير مؤتمر دولي يعني يستقطب الشباب من كافة الجنسيات والثقافات في حضور يعني في الغالب بيبقى حضور مشرق ومبهر يعني ف وهي بتفتح زراعيها كده للشباب وبتقول بتبعت رسالتها الدولة المصرية للعالم كله تقريبا اللي بيشوش الصورة يعني واعلان الاحكام على الشباب والحقوقيين الشبان بمعنى انه لا يعني ده في الاخر الصورة فعلا تصبح صورة يعني اذا ما كانتش مشوشة تبعى منغبشة تبعى مش واضحة تبعى مشوهة فالناس محتاجين نقرأ الصورة صح بقولك دولة رئيس الجمهورية فيها اللي هو اعلى رأس في الدولة هو رأس الدولة لا يترك مناسبة ولا وقتا الا وان يعلن فيه بإلحاح وبإرادة قوية وبعزيمة واضحة لا لفس فيه ها اطلاقا انه عايز الناس نشغل عقلها فيما يخص النقاش الديني مش عايزين نسلم بالطراث وكل ما فيه بدون من نقش وعايزين حتى نحتبر ايماننا احنا عندنا حرية احترام لحرية الاعتقاد واحترام لحرية الاعتقاد معاني السامية ومهمة للغاية فيما يخص تجديد الفكر الديني مش بس الخطاب الدين ثم اذا بالدعاوة دي كلها تواجه بقضايا اصدراء اديان تلاحق يعني على الاقل واحدة بنكلم على الكاتب والباحث الاستاذ رحمد عبد الماهر بنكلم على رجل يقول ربي الله يعني لا عنده جماعة اسسها ولا يعني نظمها ولا عنده مريدين مثلا عنده قناعة اليوتوب فيها خمسة ستة مليون بقاعد يقول فيها افكار وعنده من الاتباع مش المريدين بس اللي ما يقول كلمة فتلاقيهم او حد يختلف معاه فتلاقيه مثلا عشرات الاليوف داخلة في لجان الالكترونية تهاجم وتسب وتلعب فيش كده خالص رجل لا يملك هذا اطلاقا ولا حتى يملك يعني قدرة عليهم بما موجود في جامع مخصص لمحاضراته ولا فيه ندوة جماهيرية لمريديه ولا الجمهور وفيش حاجة من دي تماما هم قول الاراء عابرة عارضة كده له عندما يعني يتاح له فرصة ظهور تلفزيوني في قناة ما او على اليوتيوب في مردامج ايه او مدخل او كتابة على الفيسبوك او كتاب ينزلوا يقرأوا بضعة مئات فضل على انه الرجل لم يضبط يوما دعاية لكراهية ولا للعنف وبالتأكيد ضد الارهاب وبالتأكيد مع تجديد خطاب الديني وبالتأكيد مع تنقية المناهج من الخلط المتطرف اللي فيها وبالتأكيد غيور على دينه وعلى تراثه الاسلامي ان يبقى فيه افكار وحشية ومليئة بالعنف وخارج اطار اي عقل وخارج اطار اي دين وبيعبر عنده كله بالكتابة بالقول والكتابة لا شيء اخر يعني حتى لا شيء اخر حتى متاح له وزي ما بقولك هو لا قوة جماهيرية مثلا شأن بعض الدعاء السلفيين لما بيرجوا يشلوهم ويدخلوهم الجامع الجمع المريدين والاتباع ولا هو عنده يعني قناعة اللي تشوف بيجيب له يعني مشاهدات ومتابعات شأن دعاء السلفيين بينشروا الكراهية والفطنة الطائفية والعداء للمرأة والعنصرية تجاه الاخر الى حد جنوني وذكوري يعني متطرف ما فيش كده وراجل ليس هكذا على الاطلاق وبدل ما نرد على افكار وبدل ما نناقش افكار افكار اذا بينا مقررين انه يتسجل خمس سنوات نروح محكمة تطبق عليه قانون باقصى برضو حلف التطبيق في محكمة طوارئ امن دولة طوارئ ليه عمل ايه احمد عبد عشان يروح ما احترام من الالقاب كلها يعني عشان يروح وصد محكمة امن الدولة طوارئ ايه الطوارئ اللي في الموضوع ايه الطوارئ اللي في الموضوع بجد ايه العلاقة بين امن الدولة وافكار رجل افكار رجل في الدين وفي الطراخ ايه علاقة الحكاية دي هي دي محكمة امن الدين العليا طوارئ حتى وهي مالها بمفاكر اللي بيتكلم عن الدين وهل هي حكم في الدين وهل المفروض ما فيه ما حاكم تفتيش بدرجة بقى مستشار هو بقى يفتش في قلوب الناس طبقا لقانون اصدراء الاديان وهل الدولة اللي بتولع افسها دولة مدنية حديثة تبقي حاجة اسمها اصدراء اديان عندها وتستخدم مادة اصدراء الاديان للتنكيل بكل من يناقش او يجادل او يختلف بينما افواه الارهابيين اوسع من مواسر المجاري مطروكة مطلوقة مؤيدة مدعمة محمية ما فيه حد يفكر انه يقدموا فاضية اصدراء اديان وهم يزدرون الى اديان كل يوم دين اسلامي والدين مسيحي والدين يهودي مطروكين مطلوقين وفي المحصلة ايه التدافع على كاتب ومفكر بقولك حتى يعني مش وصل لدركة الخطر الازعاج يعني مش طيقين نفسنا عن كراسي من قطر اللي بيقوله السيدة رحمة عبدوبا والبلد ايه فيها هيغان وجماهير في الشوارع وهيعمل لنا ما فيش حاجة من خالص حتى الداعي الامني انه يبقى طارق وامن الدولة لا يا بي ما تقولولنا يا جماعة مش فاهم هو ليه ما حادش بيطلع يقول ليه دولة مش هنبوس رأس حد وخلاص بيقولولنا كده وانتهى الموضوع على كده وتحسمت يعني ده مش معناها ان الدعاات التنوير وتجد خطاب الدين هيسكتوا لا يا ابو عارفين بس ان الكلف غالي قوي الكلف غالي قوي يعني بص الصورة مواضحة لال لا بأس يعني خدوا بالكو كل دعاات التجديد الخطاب الديني والفكر الديني منذ الازل بيضحوا بنفسهم عادي يعني 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 مش بس الارهابيين الموضوع بنفسهم يعني بقولوا افكارهم واراءهم وفرق فقدر ده لما كان بيتكلم متحدد بالقتل وما يتقتل هل هل جبن هل تراجع هل خاف هل ارتعش هل اوقف هذا من بعد كنتابه مفكرين ناصر حمد ابو زيد دكتور سعيد العشماوي دكتور سعيد القبني وغيرهم 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 هل دولة اهتزوا ارتعشوا انها لسا عداوي المفكرة العظيمة اللي خضت حياتها كلها نضال ضد الافكار المتعصبة والمتطرفة والارهابية ودفاع عن المرأة في مواجهة عواصف التطرف والتسلف الوهابية ضعفت قلت سكتت دلغاية ما بعد التسعين من العمر وكانت يعني داعية منتجرة في كل بقض في مصر بتقول اراءة وافكارها وفي العالم كله فبالمناسبة التنويريين او دعاة الافكار التنويرية او في مواقع القطاب الظلامي والمتشدد عبرهم ما كانوا في لحظة على درجة من الخوف او التراجع او الجبن اسلام البحيري لما دخل السجن ودخل سنة الا اياما خرج بيقول انه البخاري ما بيغلطش او انه الافكار اللي دخل من اجلها السجن تراجع عنها هل بيكلم في السينما دلوقتي اسلام بحيري والمسرح واللي بيكلم في القطاب الديني وفي الافكار نفسها وفي القضايا ذاتها اذا يعني وهو السيد احمد عبد الماهر يعني ولو تسجن وان كان الرجل في نهاية عمر يعني او في ربين درس حطوط العمر الا انه ده لن يردعوا عن افكاره بل سيحولوا عند المؤمن بهذه الافكار شهيدة لها فاذا كانت اطراف ما في الانسانية في الدولة في جهزة الدولة معتقدة انه الاتهام اصدراء الاديان يخلي افكار التنوير وافكار تجديد الخطاب الديني تتراجع يعني كانت تراجع تقاتلوا استوشهدوا والافكار استمرت اتدبحوا نجيب محفوظ الدبح والافكار استمرت فيعني بالنهار سيد احمد عبد ماهر قبل كده سم حيري الشيخ نصر بعد كده ولا ولكن اي اسم لكن هو نهر يحاول اصلاح وتجديد دينه بصرف النظر عن كل هذه الضغوط وكل هذه العقبات وكل هذه المتاريس وكل هذه العقوبات السليمة الحرية وكل هذه كل هذا التسلف بس فعلا الانسان يشعر ببتأس الانسان المصري لما بيلاقي دول اللي كانت هي مصدرة للسلفية وللوهابية زي السعودية بتعمل مراجعة حتى لمناهجها والافكارها والمؤسساتها والمشايخها شوخها نفسهم من المراجعات ومؤسسات الدنيا الرسمية نفسها بتعمل مراجعات بينما مصر تتشبس بالسلفية والتطرف والوهابية كأنها يعني التي صنعتها ونبقى طول الوقت احنا عندنا جوة دوائر الدولة طبعا فيه سلفي مخترقين الدولة ده موضوع ملتهي مقضي به يعني انما ثمان فيه دوائر جوة الدولة في محاولة ليه انه تصوير انه اي خطاب ديني بديل تجديدي هيؤدي الى انه الجماعات الاسلامية تكسب والاخوان يكسبوا على الارض طيب اسمعوها ميني بقى فيما يخص الافكار يعني السلافيين والجماعات الاسلامية والاخوان بيكسبوا على الارض لانه انتم بتقولوا نفس افكار الاخوان والجماعات الاسلامية والاسلاميين عشان بس المثال انتم واضخة على الارض الافكار اه يكسبوا هم ما انتم طول ما حد بيطلع يقول كلمة بيواجه بلجان وهجمات اللي هو كلام على فكرة كل الكلام ده كلام كل ما يقوله احمد عبد ماهر او اي حد من الاسماء المتصدية للمشهد في تجديد اخطاب الديني كل هذه الافكار قيلت من قبل من مستنيرين ومن ايمة ومن مشايخ ومن شوخ لو احنا منقول دلوقت افكار امام محمد عبد تبدو بالنسبة للدولة وتبدو بالنسبة للاسلاميين كأنه هرتقة بينما ده كلام مفت الديار المصرية ودي فتاوي ودي اراء انما هم ما بيقروش ما يعرفوش ما يعرفوش اليمان محمد عبده ما يعرفوش جر الوعاز اللي شافوهم في التلفزيون او وعاز السلفية اللي كانوا في كتير من الاحيان بيعملوا ندوات في دواير الدولة ويروحوا يزوروهم في بيوتهم ورولهم قرآن ويعملوهم عقد قراني الانجال على مده وهو ده اللي كان بيحصل في الاربعين سنة اللي فاتوا مالي عقوب وحسان وحويد وكل دولة طلعوا ازاي فبرضو الكلام اللي بيتقال ده مش كلام علماني ومش وإلحا دم يعني شيء والله العظيم شيء بائز جدا وبقى الواحد يعني يكاد يعني يغلق باب الأمل في وجهه لما يعني يلاقي من الأفكار اللي بتتقال دي ليه أفكار دين محد أفكار في قلب العملية الدينية على مدى سنين ومفكرين ورواد وإه بيتقدم وكأنها نبز للدين أو ازراء للدين يعني وإصرار عقيدي عند مجلس النواب بإنه ازراء الأديان يعني يمسي في قانون ازراء الأديان لأنه وفيش جهة طبعا لا الدولة قدمت ولا الحكومة ولا الرئيس إنه قلوا قانون ازراء الأديان ده يعني لو طلب منهم يعني لكان أمرا آخر إحنا قصاد مشهد فعلا محير يعني لكن على الجانب الآخر برضو هو مشهد لا يجعلنا يعني نصل إلى حدود اليأس ونقف ليه لأنه ده تفاعل دائر جوه دوائر الدولة وجوه قوى الدولة تفاعل دائر ويمكن التفاعل أفضل من أنه يعني نتجهله بمعنى أنه في داخل الدولة دوائر وقوى وأجهزة رأيها أنه القبضة الأمنية ورأيش متشددة العنيفة اللي عمل في استقرار لا يمكن إحنا نتنازل عنها ببساطة ولا نفرط فيها لأنه ده مصار للإصلاح أو مصار للاستقرار ويمقى النوع ده من التفكير وتعارفين يحسبونا كل صيحة عليهم هو العدو متخوف من أي حاجة متخوف من أي اختلاف هو كل ده يعني تحت عنوان كبير إنه نتحدث عن مصلحة البلد وإن البلد مش عايزة تتعرض لهزة والبلد ما نخش التالي دوامة العفلة اللي احنا كنا فيها وإحنا ما صدقنا إنهنا عملنا الاستقرار ده فيحسبونا كل صيحة عليهم هو العدو فلو أي حد قال كلمة في برنامج قال كلمة في ندوة عمل تويت شاف إيه دعا إليه أحسن دي تتحول إلى حركة إلى توطر إليه فلا نقفل لمصلحة لمصلحة البلد هو متصور كده لمصلحة البلد اللي بيفكر بالطريقة دي وعشان كده متحفظ على دواير وقوة أخرى داخل الدولة عايزة تعمل مصاري الدولة الطبيعية اللي هو إلغاء حالة الطوارئ اللي هو استراتيجية حق إنسان اللي هو إصلاح ديني اللي هو انفتاح سياسي اللي هو انفراجة في حرية الرأي والتعبير اللي هو اتساع لهمش الحرية ففيه طرف أو فيه أطراف بتقول كده وفيه أطراف بتقول كده وده التفاعل اللي قدامنا وده التفاعل اللي قدامنا اللي هو في نفس الوقت تحس إنه فيه خطوات إنت توحيلك بالتناقض إنه إلغاء حالة الطوارئ فتنبسط جدا وتقول الإشارة واضحة إيه إشارة خضراء نحو المستقبل لكن تفاجأ بيه محكمة أمن الدولة طوارئ بتاخد أحكام سالبة للحرية لحقوقيين ويه لكاتب صحيح الأحكام دي بناء على قوانين وقوانين دي بتاعت التشريع وده ورده الكلام الفرق ما بين القانون والعدالة تطبيق القانون مش عدالة تطبيق القانون تطبيق للقانون إنما العدالة دي إن القانون نفسه يبقى عادل طيب فتلاقي ماشيين كده يعني نراوح المكان نفسه ده بقى يدفعني إلى إن أنا أقول إنه إنه الفكرة محتاجة حسب لإنه ده بيأثر على صورة مصر وصمعة مصر وواقع مصر وبيأثر على لقمة العيش يعني إيه بيأثر على لقمة العيش أولا خلينا نقول للقمة تلاقيش حاجة أساسية ورئيسية ومركزية وضرورية وحتمية ولازم نقول إنه الوضع الاقتصادي غاية في الأهمية بالنسبة لكل بني آدم على وجه مصر يعني وإنه السعي إلى إنه يبقى فيه رزق للمصريين ومأكل ومشرب ومطعم يعني كريم ده مسألة سعي كل مسؤول وسعي كل مواطن ولازم نقول برضو إنه نحن في واقع صعب للغاية عالميا شديد الصعوبة ومحليا سيكون هو صعب وسيكون أصعب ففي الحالة دي يبقى احتياجنا إلى الاقتصاد بمعنى المنح والقروض والدعم والاستثمار مسألة مهمة للغاية اللي بيوفر ده العالم الخارجي والعالم الخارجي عنده معايير للتعامل معاك والعالم الخارجي اللي عنده معايير دي هو بيطبق هذه المعايير فلما نسأل عن جهة كبيرة زاجات البنك الدولي يعني لما تيجي احنا طول الوقت الحكومة تبقى فرحانة بتقارير الاقتمان ويقولك مصنفة اقتمانية كذا مصنفة عند الحدود الامنة في القروض وماشي كل ده كويس ونحتفي به لانه تقارير دولية ذات مغزة وذات احترام ومؤشرات ايجابية المصر ممتاز لكن طيب والتقارير الدولية نفسها بقى اللي بتعمل مؤشرات سلبية نتجعلها ليه ما ننتبهش لها ليه الحاجة التانية اللي بيكون الجهة نفسها هي البنك الدولي اللي هي بتطلع تقارير اقتصادية يعني تحييك او تدعمك وفي نفس الوقت بتديلك منح وقروض وبتعمل عندك استثمارات في كل المجالات وادعم موقفك في الاقتراض من بنسندوق الناد ومن غيره بالمليارات فلما تعمل لما تعتمد على تقرير عن سيادة القانون في العالم وتكلم فيها عن حال مصر فيما يخص العدالة قلنا البنك الدولي ده صديق على هل هذه الايام وقلنا انه عنده معايير وانه لما بيجي يشجع الاستثمار في دول بيشجع الاستثمار بناء على معايير ومن المعايير والمحددات دي سيادة القانون في هذه الدولة طب سيادة القانون في هذه الدولة ايه علاقتها بالاستثمار علاقتها صميمة بالاستثمار والمستثمر هييجي دولة مش مطمئن لسيادة القانون فيها المستثمر تابعي شجع من مصانع وموظفين وعمال وعياله هييجي يعيشه هنا وامراته واهله ومش شيء كده في الدول سيادة القانون ده شيء مهم للغاية لكن يعني ايه سيادة القانون هنا بقى برضو نقطة مهمة لازم نتكلم فيه سيادة القانون لها مفاهيم كتيرة لكن خليني اروح الى مؤشر سيادة القانون للعام 2021 اللي بتطلعوا جهة منظمة غير ربحية طبعا اللي هتهدف للربح ومستقلة طبعا لكنها المقررة والمعتمدة للبنك الدولي اللي هو مشروع العدالة العالمية مشروع العدالة العالمية ده بيدرس على اقل السنين ده درس 139 دولة في العالم وامطلع مؤشرات سيادة القانون حول العالم طبقا للمعايير اللي هو عامله فده محتاجين ان احنا نعرف مصر بالنسبة لسيادة القانون شكلها ايه في العين الغربية شكلها ايه في العين اللي بتديني قروط شكلها ايه في العين اللي بتديني دعم وملح شكلها ايه في العين اللي بتشاور للمستثمرين علينا او ما تشاورش شايفانا ازاي وشايفانا ازاي دي حاجة مهمة جدا ولما نقرأ التقرير لازم ندرسه لانه لما بقولك التقرير نقيم عن مبادئ العالمية لسات القالون اربع مبادئ المساءلة القالون العادل الحكومة المنفتحة عدلة محايدة ومتاحة ده الاربع يعني ضوابط او مبادئ لسات القالون المساءلة يعني تخضع الحكومة والاطراف الفاعلة في القطاع القاص الى المساءلة بموجب القانون القانون العادل يعني قانون واضح معلم مستقر يطبق على نحو متساوي يضمن حقوق الانسان بالاضافة الى حقوق الملكية والتعاقد والحقوق الاجرائية الحكومة المنفتحة العملية التي يتم بها تبني القانون وادارته والبت فيه وتطبيقه متاحة عادلة فعالة نروح للعدالة المحايدة والمتاح يتم تحقيق العادلة في توقيتات مناسبة عن طريق مبسلين ومحايدين اقلاقيين ومستقلين يسلوا الوصول اليهم ولديهم موارد كافية ويعكي استكوينهم المجتمعات التي يقدمونها نروح بقى الى عوامل مؤشر سات القانون بناء على المبادئ دي هنلاقيهم تمانية التمانية هو القيود على سلطات الحكومة غياب الفساد الحكومة المنفتحة الحقوق الاساسية النظام والامن تطبيق اللوايح والتنظيمية العدالة المدنية العدالة الجنائية خويس تعالى بقى نشوف بناء على المؤشرات دي يعني لما اقول مثلا الحكومة المنفتحة يعني ايه الحكومة المنفتحة يعني اولا فاتح كده على تحليل الحكومة المنفتحة واللي ايها بتقول كده قوانين وبيانات حكومية معلنة يقيس ما اذا كانت القواديل الاساسية والمعلومات المتعلقة بالحقوق القانونية متاحة للجمهور من السهل الوصول اليها الحق في المعلومات يقيس اذا كانت الموافقة على طلبات الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها اجهزة الحكومية متاحة اذا ما يتم منح هذه الطلبات في غضون فترة زمنية معقولة المعلومات المقدمة في صميم الموضوع وكاملة ماشي حماية حرية الرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات الحق في تقديم الاتماسات للحكومة كما يقيس اذا كان بإمكان الناس التعبير عن مخاوفهم لمختلف المسؤولين الحكوميين ما اذا كانت المسؤولين الحكوميون يقدمون معلومات واشعارات كافية حول القرارات التي تؤثر في المجتمع طيب ده مثلا تعريف الحكومة المنفتحة فعلى سبيل المثال نظام والأمن يقيس انتشار الجرائم العادية بما في ذلك القتل والاختطاف والسرقة والصطر المسلح والابتزاز بالإضافة للتصورات العامة للناس حول السلامة في مجتمعاته يتم الحد من الصراعات المدنية بشكل فعال يقيس اذا كان الناس يتبتعونها بحماية فعالة من الصراعات المسلحة اذا كل بعيار من ده له ضوابط ولو معايير بيروحوا يدرسوا بيها 139 دول طلع افضل 10 دول في العالم في السيادة القانون مين افضل 10 دول في العالم الدنمارك رقم واحد الدنرويج فلندا السويد فلندا ده مش دي لي راح وزير التعليم يارض عليهم خبراتنا يا جماعة السويد المانيا هولندا نينزولندا ليكسونبورج النمسا ايرلندا ادي افضل مؤشر سيادة القانون للعالم عام 2021 ماشي طازق بنار الفرن باعتماد البنك الدولي بمؤشر العدالة العالمية الصادر حديثة طيب اسوأ 10 دول استعدوا للمفاجأة بقى مصر رقم 136 يعني افضل مننا ماكستان ونيكا رجوة وهيتي وموريتانيا وافغانستان طيب افغانستان اللي كانت تحت الاحتلال الامريكي مش مش افغانستان حالي الكاميرون وبعدين مصر يليها الكونغو كامبوديا فونزويلة التلاتة الاواخر فاحنا مؤشرنا في ستة القانون المية ستة وتلاتين من المية تسعة وتلاتين في العالم المفروض الحقيقة الكلام ده فورا فورا يبقى موضع عناية ودراسة من الدولة فورا يبقى موضع استدعاء للمسؤولين في الدولة ازاي احنا كده يعني خليني حتى اشوف ازاي احنا عربيا تعال اشوف في الشاقة الاوسط وشمال افريقيا دارسين هما تمن دول احنا الاخير يا جماعة الامارات رقم واحد الاردن تونس الجزاير المغرب لبنان ده ايران قبلنا انت كنت تصور ان البنك الدولي بيحب ايران اكتر مننا يعني ايران قبلنا وشوف الامارات تصنيف 37 في العالم لبنان اللي هي البلد الطائفية بامتياز اللي تريها فيهاش قانون رقم 104 في العالم واحنا ال136 من ال139 طب تعال اشوف مؤشراتي بقى على حدة يعني واحدة وحدة كده نشوف هنا ايه بقى زي ما احنا قلنا احنا في التصنيف الاقليمي احنا الاخير في التصنيف العالمي احنا ال136 من ال139 تعالا نشوف بقى القيود المفروضة على الحكومة احنا رقم كام ال138 من ال139 ممكن اقوم يا جماعة ممكن اقوم الى القيود المفروضة على الحكومة احنا القابل الاخير في العالم الحمد لله في غياب الفساد احنا احنا في درجة طيبة احنا 104 في غياب الفساد يعني ده مؤشر طيب هتلاقيه موجود في العدالة الجنائية وموجود في غياب الفساد انما في الحكومة المنفاتحة حكومة دكتور مصطفى منبولي دكتور المهندس مصطفى منبولي في العالم بالنسبة للعالم هي الاخيرة على العالم في ايه في انها الحكومة المنفاتحة لا الناس عارفة قرارات بتتأخذ ازاي ولا بيدفع عنها ازاي ولا سمع الناس ازاي بالمؤشرات دي كلها كحكومة المنفاتحة احنا الدولة الاخيرة الحكومة الاخيرة في العالم الحكومة المنفاتحة الحكومة المنفتحة 139 من 139 اظن ده كلام يخلي سيد الرئيس يبقى في اجتماعه القادم مع سيد رئيس الوزراء سؤال عن هذه المعايير ازاي مصر مصر اعظم من كده بكتير مصر اهم من كده بكتير مصر فوق العرقام دي كلها بكتير مصر اعظم من انها تبقى الدولة الحكومة الحكومة الاخيرة الحكومة المنفتحة الاخيرة في العالم مصر اعظم انها تبقى 136 من 139 في العالم في سيادة القانون مصر دي الحضارة مصر دي الدولة العظيمة مصر دي الدولة الاقليمية القاعدة مصر دي الزعيمة فيبقى ما قالنا بالمؤشرات الى هذه الدرجة في الحقوق الاساسية 138 بين 139 النظام والامن هللاقينا في سنة 113 بين 139 برضو من الامور المتقدمين احنا فيها زي غياب الفساد وزي العدالة الجنائية العدالة الجنائية بتاعت القتل والدبح والسرق انما العدالة المدنية احنا 130 بين 139 دي العدالة المدنية ثم تطبيق لواحة تنظيمية احنا 130 وهكذا سيادة القانون بالنسبة له مصنفة بهذا الشكل فلما احنا نقول ان الامر يستدعي ان تكون القاهرة حائرة بالفعل اذا احكام صدرت مؤخرا من امن الدولة طوارق تجاه كاتب ومفكر او تجاه حقوقيين ونشطاء سياسيين من قوة 30 يونيو فيبقى الحيرة لها معنا ولما نضيف للحيرة الحقيقية العميقة تخوف على البلد وعلى صورة البلد بلما تشوف المعشر المعتمد من قبل البنك الدولي لسيادة القانون في مصر لابد ان احنا نقول انه مصر الدولة الكبيرة اوي والمهمة اوي واللي بتستعيد قوتها ومكانتها وصلابتها لازم تكون سيادة القانون السنة الجاية في 2022 في مصاف متقدمة وده معناه ايه؟ معناه احنا نغير اصدراء الاديان ونغير التوارئ ونغير كل ما نراه الان علشان نستعيد هذه الدولة القوية المتينة الصلبة على ارض من القانون مش اغلاق وافل لا ده انفتاح ورؤى للعالم وتفاعل بين شعب وحكومة تباش حكومة منفتحة الأخيرة في العالم 139 من 139 الترتيب الأخير ده لازم تتفاك لازم تنفتح بجد واول ما يمكن ان ندعو اليه ونلتمس ونترجاه ونناشده ان سيد الرئيس الجمهورية لا يصدق على هذه الاحكام بصفة الحاكم العسكري او من ينيبه او من ينوبه زي ورئيس الوزراء ان لا يصدقوا عن هذه الاحكام التصديق على احكام سالبة حرية كاتب ومفكر او لحقوق او ناشط سياسي يعني يصب الى المقالات اللي احنا شايفينها دي من رؤية العالم لينا ويصب في فكرة حيرة المجتمع عن اي طريق تختاره مصر الان سبيلا للتقدم الانغلاق والتحزم والتحزب والتحسب ضد اي تغيير وضد اي رأي مخالف ولا لانفتاح فتاح الدولة القوية الصلبة المتينة الدولة التي لا تخشى شيء دولة طبيعية الدولة التي استطعت ان تؤمن نفسها وتقر اوضاعها وتستعيد هيبتها وتستعيد صلابتها من اقدر يعني شيء تقوم به حكومتنا الان اليوم فورا هو استعادة هذه الدولة الطبيعية وليس يعني العودة او الاصرار او التصميم على ان نظل في وضع غير طبيعي ولكم في مؤشر سيادة القانون يعني عبرة رؤية وتصور جازما انه ماكس اعلى للقضاء وزارة العدل نادي القضاء نقاط المحامين وزارة العدل يقول لكم يكلموا في الموضوع يعني يشيروا ويختلفوا ويبعثوا يردوا يقولوا لأ المنك الدولي ولمنشر العدالة ويحتاج ويعترضوا او يثبتوا عكس ذلك انما ان نكون هكذا ان نقدم في التقارير الدولية على ان حكومتنا هي الحكومة رقم 139 الاخيرة في التصنيف ده لما مصر بيحتاج التصنيفها في الفيفا منتخب ونشوف نفسنا مستوى تاني في افريقيا بنفزع ونجزع على نفسنا كراويا لما المؤشر ده يطلعني انا الاخير في الاقليم في الشرق الاوسط شوال افريقيا يبلفزع والجزع اولى واهم واعمق نلتقي بعض الفصل اشتركوا في القناة شكرا